رأى يوسف عليه السلام وهو غلام صغير رؤية قصها على أبيه فقال له أبوه لا تخبر إخوتك برؤيتك وذلك خوفا عليه من حسدهم لأنه كان محبوبا عند أبيه من بين إخوته ولكن إخوته حسدوه على حب أبيهم له وتفضيله عليهم وقرروا إلقاءه بالبئر وبعدما ألقوه في البئر مرت قافلة فأخذوه من البئر ليبيعوه واشتراه عزيز مصر من القافلة بثمن قليل وعاد إلى زوجته سعيدا بالطفل الذي اشتراه وطلب من زوجته أن تكرمه وتحسن معاملته كبر يوسف وأصبح شابا قويا رائع الجمال وكانت امرأة العزيز تراقبه يوما بعد يوم فأحبته ثم هددته بدخول السجن إذا لم يلبي رغبتها فقال في نفسه دخول السجن أفضل من معصية الله الخالق وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم وظل يوسف عليه السلام في السجن فترة وكان الله قد أعطاه علم تفسير الرؤى فاستخدم ذلك في دعوة السجناء معه إلى توحيد الله عز وجل ودخل معه السجن فتيان أحدهما رئيس سقاة الملك والآخر رئيس الخبازين وبعد فترة صلب رئيس الخبازين وخرج الساقي من السجن ليكون في خدمة الملك مرة أخرى وفي يوم من الأيام نام الملك فرأى في منامه سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نحيفات وسبع سمبلات خضر وأخر يابسات فقام خائفا مرعوبا من نومه مما رآه فجمع رجاله وعلماء دولته وقص عليهم ما رآه وطلب منهم تفسيره ولكنهم عجزوا عن التفسير وظلت هذه الرؤية لاحق الملك وتفزعه أثناء نومه فأصر على معرفة تفسيرها عندئذ تذكر الساقي أمر يوسف عليه السلام فذهب إلى السجن ليقابله وهناك طلب منه تفسير رؤية الملك التي شغلته ففسر يوسف عليه السلام الحلم وقدم لهم الحل السليم أيضا فرجع الساقي إلى الملك ليخبره بما قاله له يوسف ففرح الملك فرحا شديدا ورح يسأل عن الذي فسر رؤياه فقال الساقي إنه يوسف فقال الملك ائتوني به ذهب رسول الملك إلى يوسف عليه السلام وأخبره أن الملك يريده فرفض يوسف أن يذهب إلى الملك قبل أن تظهر براءته فاعترفت امرأة العزيز وأظهرت براءة يوسف عليه السلام أمام جميع الناس وبعد تبرئته أمر الملك بإخراجه من السجن وتكريمه وتقريبه إليه ثم خيره أن يأخذ من المناصب ما شاء فقال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض فوافق الملك بكل سرور أثناء توزيع الحبوب على الناس إذا بيوسف أمام إخوته الذين ألقوه في البئر عندما كان صغيرا وقد جاءوا محتاجين إلى الطعام ووقفوا أمامه دون أن يعرفوه فقضى يوسف عليه السلام حاجتهم وأحسن إليهم ثم قال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم عندما عاد إخوة يوسف إلى أبيهم طلبوا منه أن يرسل أخاهم معهم فرفض يعقوب عليه السلام ولكن بعد إلحاح شديد أذن لهم يعقوب عليه السلام بأخذه ولما وفد إخوة يوسف عليه دبر لهم أمرا يستبقي به أخاه عنده فكلف رجاله أن يدسوا الإناء الفضية في رحل أخيه ولما حملوا طعامهم عائدين لبلادهم أرسل الجنود للبحث عن السقاية فوجدوها في رحل أخيه فأخذوه عاد الإخوة إلى يوسف يتوسلون إليه أن يخلي سبيل أخيهم ويأخذ أحدهم مكانه ولكنه رفض فرجعوا إلى أبيهم إلا كبيرهم وأخبروه الخبر فظن بهم سوء وفقد بصره من الحزن الشديد ثم عادوا إلى مصر بعد أن أمرهم أبوهم بالعودة إليها والبحث عن يوسف وأخيه عرف يوسف عليه السلام إخوته بنفسه وبحقيقته وبفضل الله عليه فاعتذر له إخوته فعفى يوسف عنهم وطلب من الله عز وجل أن يغفر لهم ثم علم من إخوته أن أباه قد فقد بصره بسبب حزنه فأعطاهم قميصه وطلب منهم أن يلقوا به على وجه أبيه وسيعود إليه بصره فعاد إخوة يوسف عليه السلام إلى أبيهم وبشروه بحياة يوسف وسلامة أخيه ثم أخرجوا قميص يوسف ووضعوه على وجهه فارتد إليه بصره وتوجه يوسف عليه السلام إلى الله يشكره على نعمه العظيمة رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين كان نوح عليه السلام رجلا طيبا وقد أرسله الله إلى قومه ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة الأصنام رفض قوم نوح عليه السلام الإيمان بالله وحده وأصروا على عصيانهم واستمروا في عبادتهم للأصنام التي لا تضر ولا تنفع لم ييأ السيدنا نوح من قومه وإنما ظل مئات السنين يدعوهم للإيمان وكان يطلب منهم أن يستغفروا ربهم كثيرا فبالاستغفار يتحقق الرجاء بإذن الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمعدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولما تأكد سيدنا نوح عليه السلام أن قومه فضلوا الكفر على الإيمان تحدث إلى ربه وقال يا رب إنني دعوت قومي في الليل والنهار ليؤمنوا بك فلم يسمعوا لي ولم يطيعوني وكلما دعوتهم كان يضعون أصابعهم في آذانهم وكانوا يغطون وجوههم بملابسهم كي لا يشاهدوني وأنا أدعوهم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وجاء أمر الله لسيدنا نوح عليه السلام بصنع سفينة كبيرة فأطاع سيدنا نوح عليه السلام أمر الله عز وجل بصناعة السفينة وكان قومه يمرون عليه وهو يعمل فيها فيضحكون ويسخرون منه ويقولون باستهزاء هل أصبحت نجارا بعدما كنت نبيا يا نوح وهل سفينتك التي تنوي صنعها ستمشي في الصحراء على الرمال انتهى سيدنا نوح عليه السلام من صنع السفينة بعد مدة من الزمن وجاء الأمر من الله بأن يحمل في السفينة ذكرا وأنثى من كل نوع من أنواع المخلوقات وأن يحمل معه أهله والمؤمنين من قومه الذين استجابوا لدعوته نفت سيدنا نوح عليه السلام أمر الله وركب الجميع السفينة ثم أمر الله السماء أن تمطر فأمطرت بغزارة ثم أمر الأرض أن تخرج ماءها وبدأ الطوفان وجرت السفينة فوق الماء وتخطت الأمواج العالية ولم تتوقف ونادى نوح عليه السلام على ابنه ليركب معهم السفينة وأن لا يكون مع الكافرين الهالكين لكن ابنه رفض وقال سأصعد إلى جبل يمنعني من الغرق ولن أركب معكم فقال سيدنا نوح عليه السلام لابنه لخوفه عليه سيغرق الماء كل شيء فآمن بالله وركب معنا في السفينة لم يستمع الإبن لنصيحة أبيه فمات مع الكفار بعد أن أغرقه الطوفان ولم يشفع له كون أبيه نبيا من الصالحين بعد ذلك أمر الله الأرض بأن تبلع الماء فابتلعته كما أمر السماء أن تكف عن المطر في الحال فتوقفت ثم رست السفينة بعد ذلك على الجبل بسلام ونجى سيدنا نوح عليه السلام والمؤمنون ومن معه من المخلوقات وعاش الجميع يعبدون الله تعالى ويشكرونه على نجاتهم وجعلهم من المؤمنين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا ابن يركم معنا ولا تقم مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مضرحم وحال بينهما الموج فكان من المضرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين أمين اشتركوا في القناة